في ظل التوتر المستجد على تعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية أعلنت طهران بأنها لن تشغل كاميرات الوكالة الدولية التي أزالتها في يونيو حزيران حتى يتم إحياء الاتفاق النووي المبرمي عام 2015 وبحسب رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي فإن بلاده أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنها أزالت معدات تابعة لها شملت 27 كاميرا تم تركيبها بموجب الاتفاق بعد أن مررت الوكالة قراراً ينتقد طهران في يونيو حزيران مشيراً بأن كاميرات الوكالة لن تعود للعمل إلا إذا تم التواصل الاتفاق مع القوى العالمية في السياق نفسه تهم المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني مدير الوكالة الدولية للطاقة رفائيل جروسي بأن لديه آراء وصفها بغير الاحترافية والظالمة بشأن برنامج إيران النووي على حد تعبيره وخلال مؤتمر صحفي أسبوعي قال كنعاني إن بلاده تأمل في العودة للاتفاق النووي إذا ما أظهرت الولايات المتحدة حسن النية مؤكداً بالوقت نفسه أن طهران لن تتسرع في المباحثات الهادفة لإحياء الاتفاق رغم الضغوط الغربية وكان مدير وكالة الطاقة الذرية رفائيل جروسي قد صرح مؤخراً لصحيفة الباييس الإسبانية بأن برنامج إيران النووي يتقدم بسرعة وأن رصد الوكالة لما يجري هناك محدود للغاية